ترجعنا لكم مشاهدينا ومكملين باقي فقرات برنامجنا وببداية الحلقة ترحنا عليكم السؤال التفاعلي كيف منقدر نتعامل مع الشخص السلبي وكثير لقينا تفاعلكم رائع أكثر من رائع على التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي طبعا إحنا معنا الأخصائية جيهان أبو الراغب لحتى نحكي أكثر عن الشخص السلبي كيف نقدر نتعامل معه نتجنبه أو ممكن نغيره ممكن نحوله لشخص إيجابي ولا لا أكيد كل هاي الأسئلة رح نتعرف عليها أكثر خلال اللقاء يسعد صباحك وأهله سهلة فيك صباح الورد والياسمين صباح خير لإلك أولا ونسمع مقولة دائما انظر إلى الكأس الممتلئ أو النصف الممتلئ من الكأس هاي المقولة قديمة كتير وهل هي فعلا لازم ناخدها بحياتنا دائما الشخص الإيجابي هل هو فعلا شخص اللي بندور إلى النصف الممتلئ والسلبي بندور إلى النصف الفارغ شو رأيك في هذا الموضوع وكيف ممكن نصنفهم هلأ بالتأكيد أول شي صباح الخير والورد والياسمين عليكم ألوانك هيك فرش ويعني تدعو للسعادة كنت عم بحكي لزميل إبراهيم أدي الألوان كمان بتأثر علينا بالطاقة إيجابية جدا جدا هلأ بالنسبة للكأس المليان والكأس الفارغ هو فعليا إنت شو اللي بتشوفه هو اللي بيحدد طريقة تفكيرات طريقة تفكيرنا إحنا هي عادة تربينا عليها تعودنا عليها تبرمجنا عليها وبالتالي صارت معتقدات عنا إحنا صرنا لاشعوريا ما منفكر كيف إحنا بدنا نفكر إحنا يعني سواء الفكرة الإيجابية أو السلبية هي هيك بتيجي يعني ما بتكون محددة شو اللي بدك إياه هلأ ليش في ناس مثلا بظلهم على الأنين فراسك كتير وبظل تتذكريهم وفي ناس مش كتير أو هيك لمحة بمروا بس بسرعة الفكرة أنه الشخص اللي بيأثر فيك إيجابا وبيعطيكي أمل للحياة ونظرة حلوة هو اللي بتتذكريه أنت نفس الفكرة الكأس المليان والكأس الفارغ هلأ إذا إحنا تطلعنا من خلال أمبوب أنت بتشوف بس الدائرة اللي أنت عم تطلع فيها من خلال الأمبوب بس ما بتشوف الجماليات اللي حواليها نفس مبدأ الكأس الفارغ والكأس المليان صحيح النص الفارغ والنص المليان أنا كنت عم بتناقش مع زميل إبراهيم ببداية الحلقة أنه أدي ممكن العمر يأثر على السلبية الخبرات التجارب يا ترى بنعتبر أن السلبية أنه إحنا كلما وعينا وكلما تجاربنا كانت أكتر بالحياة ألا السلبية عندنا ولا ما إلو دخل هلأ شوفي أهم إشي بالموضوع أنك تنتبهي لطريقة تفكيرك هلأ مع العمر أكيد إذا لاحظت طريقة تفكيرك أنت أو انتبهتي لأشياء اللي بدأك كيف تتعالجي معها كيف تتعايشي معها طبعا كلما زاد وعيك أكتر كلما زاد تقبلك للأمور وتعرف كيف تتعالجي معها بس أهم شي أنك تنتبهي لطريقة تفكيرك لأنها زي ما قلت لك إحنا مبرمجين عليها حالها بتطلع فإذا قعدنا إحنا طريقة برمجة الدماغ للنظر للأمور كثير أشياء بحياتنا بتتغير كيف ممكن أنا أعيد برمجة عقلي أو دماغي بأفكر بطريقة إيجابية هل هو طبع فلنفرض أنا شخص سلبي هل هو طبع أنا ولدت فيه أم اكتسبته ممكن من اللي حولي ممكن من طريقة التربية وبغض النظر هو مكتسب بالتأكيد مية بالمية هي عبارة عن أشياء بتنبنى معنا معتقدات منذ الطفولة لحد ما تكبر هلأ المعتقدات هاي الحلو بالموضوع وحتى الأفكار اللي هي بعدين بتصير معتقدات نحنا بنقدر نغيرها الفكرة اللي بتأثر علينا هي الفكرة اللي بتتماشى مع المشاعر يعني فكرة مع مشاعر هي أقوى الأفكار بتكون عنا بتصير معتقد بنبنى ولا شعريا بتصير نتصرف بناء عليه إحنا شو معتقدين مثلا أنا معتقدة أني أنا شخصية مش محبوبة أو ما إلا ذلك لا شعريا هذا الشي بأثر على نفسي على ثقتي بنفسي على أفكاري وحديثي الداخلي مع نفسي بتعامل معك على هذا الأساس إنت رد فعلك رح ييجي يعني بناءا على الطريقة اللي تعملت معاك فيها معاملتك لإلي هاي بتأكد عندي المعتقد اللي عندي فمن هون إحنا منحكي لازم تتغير طريقة تفكيرنا لأنها كتير إلها أثر على حياتنا هي طريقة التغير التفكير بتتغير بإني أغير الفكرة البرمجة أعيد برمجتها والفعل لازم يتبعوا فعل يعني مش بس إني أنا غيرت الفكرة انتهت أنا صرت إيجابي لازم في أفعال كمان طيب الشخص السلبي بيكون عارف أنه هو سلبي بيكون حاسس هلا قليل جدا يعني بس مع أنا مرات مصطلح أم عليش أنا بومي أو أنا يعني هي طريقة نظرتك آه أو نكدة هي طريقة نظرتك لنفسك والطريقة اللي تبرمجتي عليها أنت وعيدي يعني سمعتي هذا الشي حسيتي في صار عندك معتقاد بنا صارت تتصرفي بناء عليه ففيه ناس بيكونوا عارفين إنهم هيك لكن ممكن يكونوا مشيك هم هذا الأثر اللي نزرع جواتهم نعم طيب فيه ناس أو يمكن نحكي الأشخاص السلبية بشكل عام بيتقسم أفكارهم ممكن يحكي لك فلنفرض ناس بتتوقع أنه فيه كارثة رح تسير أو دائما فيه مصيبة بدها تسير من قاعد على أحصابه دائما أو لما يضحكوا كتير براهيم تصير تقول الله يسطر من هذا اليوم بحكة كتير يعني هذول الناس كأنوا بسطنوا قاعدين إيش يسير فيه ناس بتنجز مهام بالآخر بتشوف إنها ما أنجزت إيش ما بتطلع على إنجازاتها بتتفرع هذه الأفكار السلبية كيف ممكن نقسمها أو كيف ممكن أنا أتعامل مع نفسي في حال كنت فعلا ما عم بقدر الشغلات اللي أنا عم بعملها أو ممكن نحكيها وسوسة هل تصنف؟ أكيد هي مش وسوسة هي عدم ثقة بالنفس بالأكتر هلأ كلما أنا زدت ثقتي بنفسي كلما اختفت الأفكار السلبية كيف بزد ثقتي بنفسي من طريق حب الذات كيف أحب ذاتي ما إلها علاقة أبدا بإني أكون أنانية الفكرة إنه زي ما أنا بحب شخص كتير كيف لما بكون متدايق أنا بطبطب عليه بحطنه بسمع كلام حلو ممدحه يعني بدعمه هيك أنا لازم أحب نفسي وأتعامل مع نفسي بهذه الطريقة الكلام اللي بحكيه مع نفسي هذا كتير مهم لأنه هو اللي ببرمج العقل عندي وبالتالي بتصرف عليه على الناحية الثانية اللي كنت عمالك تسأل عنها اللي هي الشخص السلبي اللي بيظل يحكي إنه أنا مش شايف الأشياء اللي منيحة اللي عم بانجزها اللي عم بانجزها هي برضو بترجع لحب الذات وثقته بنفسه لأنه كلما ارتفعت الثقة بالنفس كلما اتأثرتي أقل بالأشخاص السلبين اللي حواليك وفي ناس اللي ما بيشعروك بانجازك ما بيعود بهمك شو الشخص اللي قدامك شايف أنت شو عم تعمل أنت مكتفي باللي أنت عم تعمله يعني مبطوط بانجازك نعم مقتنع فيه وقدي بيكون محبط إبراهيم لما بنكون بمحيط مثلا ما بتتلاقي تأدير أو ما بتلاقي كلمة حلوة أو يعني كمان كلها هاي طاقات سلبية ممكن ترجعنا لورا بس في أشخاص ممكن ياخدوها دافع أو أنه يتطور ويبعدوا عن كل هاي السلبية صحيح حدا بعيلتنا صعب أنه إحنا نتجنب بالعادة بقولولنا تجنب والشخص السلبي وما تتعاملوا معه بس أنا سؤالي لما بيكون من محيط العيلة نعم لما بيكون من محيط العيلة هون أنا في عندي إشي اسمها القبول والتقبل أنه هذا الشخص هو هيك شخصيته ما بدي أشخصن الموضوع معي أنا يعني أنا هذا الشخص الأدامي جاي من خلفية مختلفة فهو جاي بالكأس المليان تبعه بتجاربه وأفكاره بتعامل معي فيها مش عم بتعامل معي بناءا على أنا يعني أنا بناءا على تجاربي بناءا على الأشياء اللي مثلا دايقتني تركت عندي آثار نفسية عم بتعامل بتكون رؤى وردود فعلي تجاهك مش لا إشي شخصي فأنا لما أتقبل الشخص الأدامي وأحطه بهاي الجهة برتاح لأنه كلما أخذت الشخص الأدامي عم بتعامل معي بطريقة شخصية بتزيد المشكلة عندي وبتكبر الزيادة صح هلأ الشغلة الثانية أني أنا أغير المعتقد عنه مثلا أنا بأعتقد أنه أنا دايما بحكي لماما ماما أنا آسفة لأني دايما بستعملها هي بهذا المثل مثلا أنا عندي اعتقاد أنه أمي ما بتحبني أو أنه أنا شخص مش مهم بالنسبة إلها لأنه كانت مثلا مرة نديت عليها كنت محتاجيتها وما ردت علي كيفا بنى عندي هذا المعتقد بناء على أشياء ثانية كمان هلأ أنا بدي أغير هذا المعتقد بدي أحكي لا مثلا أنا في مواقف ثانية صارت ردت علي هذه الأدلة كل معتقد عندي أنا لازم أعطيه أدلة لحتى أثبته لحتى أثبت المعتقد هلأ أنا بدي أحكي أحطيها عذر مثلا إمكان لما نديتها بهذاك الوقت كانت هي مش فاضية ما سمعتني أي شي فلما أنا أغير المعتقد اللي عندي بتتغير طريقة تعاملك مع الشخص لأدامك أنت كنت ذكرت ببداية الحلقة أنه هل ممكن نغير الأشخاص السلبيين أكيد لا هلأ أنت ممكن يكون لك أثر إيجابي على هذا الشخص بالتالي يتأثر فيكي يعني ما نغلب حالنا لا لا ما بتغيري الشخص السلبي أنت بتغيري بحالك طريقة تعاملك وأعتقداتك أنت تنعكس عليه هو لا شعوريا لحاله بتغير المشكلة أنهم الأشخاص السلبيين طاقتهم غصبا عنها بتأثر علينا يعني أنا لما بتصبح بحدا سلبي صراحة بحس حالي مخنوقة مش قادرة أعطي مش قادرة أكون مرتاحة أو حسي شي خانقني كيف أنا طيب بدي أقدر أتعامل معه بطريقة مش مؤزية لنفسي كمان أنت حكيتي عن تقدير الذات وأدي مهم أننا نقدر ذاتنا فصراحة هيك معادلة صعبة خاصة أنه حكيتي أنه مستحيل نقدر نغيرهم شوفي هلأ نرجع لمبدأ القبول هو هذا الشخص يعني هو بيطبعه هيك الكاركتر تبعته هيك ما دام هو مش الموضوع مش أنا شخصي وحتى بتعرفي مرات ممكن تقولي ممكن غيري ممكن أي شيء هاي الأشياء تدخل هذا شيء بخصه هو بتعلق بمشاعره هو بالعكس أنا يعني بحزن عليه لأنه هو متأذي الشخص اللي بأذي الشخص اللي قدامه أعرف إنه هو متأذي كتير وبناء عليها هو لا شعورياً عم بتصرف معاك بهاي الطريقة فأنتي لما برضو برجع ما بتشخصني المواضيع وبيكون عندك ثقة أنت أكتر بنفسك وسعيدة بنفسك ويعني خلاص إنه هو يعني يعني الله يعينه مثلاً على اللي هو فيه بالضبط نشعر معه أكزاك إنه هو متغلب بحياتك فالياً فإحنا لازم نوقف معه نحاول نساعده ونحاول إنه ما نتأثر فيه يعني هي بالخلاصة خلينا نحكي بالآخر هيك ما رح أقدر أغيره ما رح تقدر أغيره فيه قصة صغيرة بدي أحكيها أنا على هذا الموضوع مرة فيه كان يعني زي والي قرر يبني شو اسمها نفورة مي اللي بشربوا منها المي فكل يوم يجي بعد ما بناها كل يوم يجي يلاقي فيه أوساخ مرمية فيها بعدين صار بدوا يعرف إنه مين وليش ودى الحراس سبعينه على أساس يشوفوا مين اكتشفوا الحراس إنه اللي بيعمل هذا الشيء هو ابن عمه للوالي راح وهكوله فهو قال ما بدي حدا يعرف بالموضوع ويعني سكروا على الموضوع ويرجعوا نطفوها سحب حاله وراح زار ابن عمه هذا أخذ له يعني مونة وما إلى ذلك بسموها فؤدة يعني فراح قال له أنا آسف أنا زمان ما مريت عليك يمكن أنت فتأتني وأنا حسيت حالي إن اشتأت لك وحابب أشوفك وجيب لك يعني إنهاي الفؤدة معك يعني آزأن اعتذار يعني فتاني يوم راحوا ملأوا فيه الأوساخ فهي يعني كان هو هذا ابن عمه إنه محتاج أنه أنت بدل ما تبني مثلا هاي إنه أنا محتاج أنه فأنت ما بتعرف شو اللي بنفسية الشخص اللي قدامك صحيح نفهم وجهة النظر بالأخرى خليلا نحكي يعني في ختام لقاءنا بموضوع جميل جدا ومعلومات قيمة بنا نشكرك على وجودك معنا كل شكرة إليك كمدربة المهارات الحياتية جيهان أبو الراغب شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا